موسيقى 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 أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين قبل نحو أسبوعين وانتحادت الرئيسان الأمريكي والروسي هاتفيا واتفقا على لقاء قريب ثم فجأة تدهورت العلاقات إلى أدنى مستوى بين روسيا وأمريكا تبادل البلدان طرد الدبلوماسيين على خلفية اتهام الأطلسي لروسيا بتسميم عميل روسي وهو ما تنفيه موسكو بشدة وتقول إنه أمر ملفق بينما الأطلسي وكما بدأ من اجتماعات اليوم مصر على الاتهام والمحاسبة لكن في خلال هذا التوتر الكبير بين موسكو وواشنطن حصلت تطورات كثيرة ولافتة أبرزها التالي سيطرت الجيش العربي السوري على الغوطة الشرقية بالحرب أو بالتفاهمات التي قد نعرض لبعض أسرارها في هذه الحلقة ترسيخ الاحتلال التركي لعفرين لكن الاحتلال لم يمنع قمة ثلاثية مهمة اليوم في أنقرة لبحث الوضع السوري شددت على وحدة الأراضي السورية وهيبة الدولة والحل السياسي فهل من تفاهمات غير معلنة؟ تصريحات لافتة لترامب حول الانسحاب من سوريا وتصريحات أخرى عن الأمير محمد بن سلمان حول بقاء الرئيس الأسد وعن المصالح التي يمكن أن تربط سعودية بإسرائيل في حال قام السلام قتل إسرائيل لعدد من شبان فلسطين تظاهروا سلميا محفوفين بحلم العودة إلى أرض أجدادهم قمة روسية قطرية تزامنت تقريبا مع قمة سعودية أمريكية أطلاق صواريخ دقيقة من اليمن على السعودية محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الحصول على أموال من القذافي قبل التورط في تسهيل قتله لا شك أننا أمام تحولات مفصلية في هذا الشرق المثخن بالجراح ولذلك نسأل هل تمت صراع حقيقي بين الأطلاسي وروسيا تجلى بقضية تسميم العميلة الروسي أم نحن أمام رسم معالم جديدة للمنطقة وخطوط تماس تقارب التقسيم وتقاسم النفوذ وأن الشمال السوري جزء من هذا التقسيم لعل السؤال الذي يهمنا أكثر من غيره نحن العرب هل سندفع طويلا من لحمنا ورزقنا وأرضنا وبيوتنا وكراماتنا ثمن هذا الصراع الإقليمي والدولي أم أننا نستفيد منه في بعض الملفات في محاولة الإجابة عن كل هذه الأسئلة يسعدني أن أصطدي في هذه الحلقة من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ ستكون معنا بعد قليل هي أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة كاتبة وخبيرة في الشؤون الروسية من فلوريدا بأمريكا معنا طوم حرب وهو مدير التحالف الأمريكي للشرق الأوسط للديمقراطية أهلا وسهلا بك من موسكو معنا الدبلوماسي والكاتب العريق المتخصص بشؤون المنطقة فاتسلاف ماتوزوف أهلا وسهلا بك ومن دمشق جاءتنا مشكورة الدكتورة أشواق عباس عضو مجلس الشعب السوري ودكتورة العلوم السياسية في جامعة دمشق أهلا وسهلا بك وأهلا بكم جميعا أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من لعباتكم موسيقى 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 أهلا وسهلا بكم جميعا وأهلا بضيوفي الكرام عادة يجب أن نبدأ بالنساء ولكن هناك أخبار كثيرة الليلة في الواقع من واشنطن ومن تركيا يجب أن نبدأ بها لذلك سأتوجه إلى فلوريدا سيد توم حرب معنا من هناك أهلا وسهلا بك سيد توم حرب في الواقع تصريحات ومعلومات كثيرة متضاربة حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا البيت الأبيض يقول أنه تم التأكيد على هذا الانسحاب لأنه مهمة القضاء على داعش انتهت تقريبا بعض الوسائل الإعلام تقول أنه الرئيس ترامب ربما تراجع عن هذا القرار بعد اجتماع مجلس الأمن القومي أريد أن أسألك ما هي حقيقة الموقف هل فعلا اتخذ قراره بالانسحاب من سوريا لا أنا لا أتصور بأن الرئيس ترامب اتخذ قرارا نهائيا بالنسبة للسورية ولكن كما نعلم ضمن برنامجه الانتخابي وما بعد برنامجه الانتخابي كان هناك تصور وهذا تصوره قاله عدة مرة بأن من الناحية العسكرية على الدول العربية أن يدفعوا كلفة التبخل الأمريكي في سوريا لمحافظة على الأمن ودحر باعش وهؤلاء المشاركة أما النقطة الثانية لتأليف جيش عربي لينضم إلى القوى الحليفة في سوريا لحفظ الأمن واسترجاع هذه المناطق وإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى أرضهم تحت تغطية عربية ولكن هذا بالفعل لم يحصل الدول العربية لم يستطيعوا أن يؤلفوا جيشا لحد اليوم ولم يدفعوا أي مبلغ للإدارة الأمريكية لإدارة ترامب على كلفة وجود الجنوب الأمريكيين هناك فالذي فعله هو قام بذلك السبتاشة على الطاولة وإردنا أننا سننسحب إذ لم تقوم بواجبكم صحيح سيد طمحان صحيح اسمح لي بالمقاطعة كما تفضلت به هو عاد وكرر أن السعودية تتفهم موقفنا وإن أرادت أن نبقى فعليها أن تدفع ولكن ليست فتيشة كما تقول أو هكذا يعني كلمة عابرة رماها لأن البيت الأبيض الليلة بعد اجتماع ترامب مع فريقه الأمن القومي يقول حرفيا مهمة الجيش الأمريكي شارفت على الانتهاء إن قتال داعش يوشك على الانتهاء لكن ليس بصورة تامة مدير المخابرات الوطنية الأمريكي يقول إن أمريكا توصلت إلى قرار الانسحاب محتمل للقوات الأمريكية من سوريا وإن الإعلان عن ذلك أمر وشيك الواشنطن بوست تقول ترامب أعطى تعليمات للقادة العسكريين للإعداد لهذا الانسحاب لكنه لم يحدد موعدا الوحيد الذي يقول كلاما مغايرا هو قائد القيادة العسكرية المركزية لأمريكا يجب أن تؤدي أمريكا دورا على المدى الطويل في سوريا فيما يتعلق بالاستقرار في المناطق المستعدة من التنظيم إذن كأن القرار مركزي صار وليس كلمة عابرة عند الرئيس ترامب لا هو لحد اليوم بعد ما حدد الانسحاب وطبعا الدول العربية اليوم جميعهم أنه صار اتصالات بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي والدول العربية للتهدئة عن الانسحاب الفوري لأنه كمان يخاف مثل ما صار انسحاب أمريكي بعد الرئيس أوباما من العراق في 2011 وداعش عادت وتغلغلت بالمنطقة وهلأ بترجع داعش تغلغل بالمنطقة وخاصة النفوذ الإيراني والنفوذ الروسي سيزداد بشكل واضع بسوريا وبدون شك تركيا كذلك الأمر هي حليفة بالحلف الأطلسي وعندها أطماع بشمال سوريا بعد ما أدرى تحدد مواقفها والخطوط الحمر ووضعوهم إن كانوا الأمريكيين بشرق الفراط وتدخل الفرنسي الأسبوع الماضي بمنطقة مندج ودول أجل دكتور أشواق عندك تعليق على الكلام الأمريكي وعلى ما تفضل به ضيفنا من فلوريدا نعم عندي تعليق سريع بداية يمكن أن توصف كلمات ترامب وأسمح لي أن أستخدم تعبير قد يكون خادش أحيانا هو بالكذب يمكن وصفه بالكذب لأنه من الواضح جدا أن ترامب يدير ما تبقى من استثمارات في الحرب على سوريا أو في الأزمة السورية بعقل رجل الأعمال هو يريد الآن أن تدفع السعودية فاتورة جديدة هو يلوح بخطر الخروج من المنطقة عليكم أن تقابلوا أنتو هذا المحور الجديد ضد الإرهاب هو إيران، سوريا وروسيا السعودية تخشى هذا المحور لذلك سيدفع هذه التهديدات ستدفع العاهل السعودي أو الملك السعودي أو كل من يدير السياسة في السعودية إلى الإسراع والهرولة لدفع هذه الفاتورة لذلك أستطيع أن أقرن هذه الفكرة مع تصريحات ولي العهد السعودي اليوم تجاه إسرائيل والغزل مع إسرائيل أي أنه يمكن لنا أن نجد تحالف آخر أعتقد أن ترامب سيبقى القوات لكنه بحاجة لمن يمول من جديد استمرار تمويل ما تبقى من الأزمة في سوريا ولكن أمير محمد بن سلمان قال أيضا أن الرئيس الأسد باقي يعني كأن السعودية تقول أيضا للأمريكي طيب فليبقى إذن نحن ربما لن نستطيع أن ندفع هذا الكلام صحيح وأبلغ بأنه لن تكون هناك تسوية وفق الطموحات السعودية السابقة ما أنتجه الواقع الميدان السوري الميدان العسكر السوري والتحالف ضد الإرهاب أصبح أمرا واقعيا وعلى السعودية أن تقبل لكن تهديدات ترامب اليوم أن على السعودية اليوم أن تغير توجهها وأن الحام الجديد لهذه التوجهات هو أمريكا وليس طرف آخر كان في غزل سعودي منذ فترة وجيزة تجاه روسيا الأمريكي يدرس هذا الغزل جيدا لذلك هو يقطع الطريق مجددا ويهدد بصحب قواته من عدوانه احتلاله سمه ما شئت لوجود قواعد عسكرية احتلالية في سوريا ويهدد أعتقد أن اليوم هناك رسائل متبادلة من عدة أطراف ليست فقط أمريكية بل روسية ورسائل سعودية كانت آخرها رسائل تجاه إسرائيل العدو صحيح متحدثين عن غزل سعودي لروسيا أيضا على ما يبدو في غزل سعودي قطل تركي تحت الطاولة لسوريا في مكان معين ربما سنتحدث عن هذا بعد قليل سيد ماتوزوف أهلا وسهلا بك دائما سعيد بحضورك معنا وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف يقول تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي لاحظنا في الأشهر الأخيرة أن الولايات المتحدة أخذت ترسغ حضورها على نحو جدي على الضفة الشرقية للفراد وعلى مساحات كبيرة من الأراضي السورية حتى الحدود مع العراق يقول أيضا أن واشنطن لا تنشر قواتها وتعزز منشآتها ومواقعها العسكرية هناك فحسب بل ترعى أيضا إنشاء هيئات سلطة محلية خاضعة لها وتحصل على التمويل منها وكأن روسيا غير مصدقة أن الرئيس الأمريكي سينسحب من سوريا طبعا من الصعب أن نتوقع أن قرارات والكلام رئيس الأمريكي يطبق على الحقيقة لأنه نحن مش أول مرة نشاهده أن هناك موقف مؤلن لرئيس الأمريكي شيئا وهناك موقف وزارة التمتاغون وزارة الدفاع خارجية ومجلس الأمن وإستغبارات بذلك هناك مواقف مختلفة مواقف مختلفة من مواقف دونالد راح وأنا أتشور أنه في روسيا يفهمونا جيدا أنه أحيانا هذه المواقف متعددة هذا الغكاء لتلاعب مع الروسيا مع الدول المنطقة بهذا الشكل عن كل اجتمالات الواردة احتمال زيادة عدد الجنود الأمريكان وهذا معروف كذلك من الأخبار الأخيرة وكذلك مشاركة الفرنسية دعم الأسكري لحركات الفردية في سمال سوريا وإذا نحن نجمع نشوفه أن احتمالات كل واردة ولا يمكن أن نصدق لأي احتمال أنا موافق له يقرر أشياء كثيرة على وضع في الميدان الآن نحن نسمع الصوت على أن أمريكا واجدت نفسها في المستنطة السوري لأنه وعدوا أن هذا المستنطة تحددروها إلى روسيا وهددوا أكثر من مرة أن روسيا توجد في سوريا المستنطة تستخرج فيها واليوم نحن نشاهد أمريكا في هذه الحالة من يماول هذا الوجود الأسكري أمريكي لأن الميزانية أمريكية لا تتحمل هناك محاولة أم ينقل هذا تمويل على جانب العربي السعودي بشكل خاص وهناك إمكانيات إمكانيات المساعدات الأسكري لأنه أنت تنشي هناك تنشي هناك قواعد أسكرية وتحتل عبر البترول والغاق كيف تستطيع من هذا البترول والغاق لذلك لا يوجد وانا أشير في انصر آخر حسب معلومات في روسيا نشروط آخر أيام أنه هناك أمليات أسكرية بين جيش الأمريكي من قبل الأطراف المجهولة لذلك إذا أمريكا تتحمل الخشائر من طرف الثالث غير معروف الدليل على أن أمريكا فعلا توجد نفسها في مستمتها وإذا نأخذ بيانا التي بأكل هذه الخشائر ليس في رغبة إبقاء ولكن أخضع في ميدان يطلب منه إنسحاب سيد توم حرب هل تريد أن تعلق على ما تفضل به الضيفان قبل أن أسألك أولا أنا بتصور أنه أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب يسحب الجيش بكامله وخاصة أننا الأمريكان هناك ما يقارب حوالي 3000 عنصر وحدة خاصة موزودة يعني إذا بدون يسحب منهم شيء ألف ويترك ألفين بشركة الفرات نهر الفرات هذا من المحتمل بس يتم انسحاب كامل هذا أنا ما بتصور لأنه ما عندناش الأعداد مثل 100 ألف و150 ألف يعني فمن هالزاوية هذه أنا بعتبر أنه هو حديث ذاته للدول العربية لا يتحملوا مسؤوليتهم في جهة سوريا لا يعقدوا كم عربية مع المجتمع المدني سوري تشوف شو بدون السوريين خاصة إذا بدون يشيله بشار الأسد بعد فترة هذه كلها نئات للتفاوض مع الجانب العربي ولكن الجانب العربي مثل أنه شال يبدو من سوريا وقعد على الجانب يتفرج على الدول الاتليمية شو عم تعمل بالمنطقة وهذا خطأ طبعا بالدول العربية وهذا مسؤولية الدول العربية سيد توم حرب أولا أريد أن أسألك ما هي مصلحة أمريكا المباشرة أن تبقى في هذه المنطقة أن لم تكن مصالح نفطية وزراعية وربما للضغط على روسيا في مكان معين تقول أنه إذا حصل اجتماع ويطالبون برحيل الرئيس الأسد يعني عن جد بعد كن مصدقين أنه بعد ممكن يصير هذا الرحيل يعني الآن بعد أن سيطرت دولة السورية وحلفائها تقريبا على كل تقريبا على كل سوريا هذا مش لمصلحة الدول الغربية الدول الغربية عاش بديمقراطية وسلام وكل أربع سنين بغيره الرئيس وحد الأمن وسلامه ولكن هذا لمصلحة الشعب السوري لما انطلق الربيع العربي بسوريا في 2011 كان في فرصة لتغيير النظام بسوريا ولكن لسوء الحظ تدخلوا مجموعات من جميع المعيارات إن كانت أصولية أم غير أصولية واستغلوا الظرب وطلق أضعيف بالعملية كلها هو الشعب السوري يعني ما في نظام بقي أكثر من 20 سنة وشيء بخير لبلده النظام بسوريا ونظام بشار الأسد وقبل منه بايو الحزب البعث جاب الويلات والقمع والإرهاد وغزها الإرهاد قل لبنين وضرب لبنين أثر بمناطق الجوار وحن الزعزع بالأمن بالأمن بالبنين وغير مناطق البنين هذا اللي عمله نظام البعث السوري نظام نظام البعث الإرائي لحد ما بقى يكرر الشعب السوري وينضع وبدل ما عايز بمزلات بدل ما خمس مليون يأخذ سيكنين اليوم ببلاد الجوار هذا مش لأنه بشار الأسد إنسان ديمقراطي وحامي شعبه هذا اللي أنه عم بيأتل شعبه طيب سيد نوم حرب يعني طبعا هذه الحلقة نتوجه باتجاه الصدام الحاصل حاليا بين أمريكا وبين الأطلس وروسيا وتأثيره على الجبهات فقط بناء على كلامك وأرحب بالدكتورة أنورهان صارت معنا الآن وأريد أن نستمع لوجهة نظارها بناء على كلامك أن الرئيس إذا بقي عشرين عام لا يجوز أن يبقى لأنه لا يخدم شعبه لا أتصور عند أمريكا أي حليف في المنطقة ليس في الحكم منذ خمسين عام الموجودين في المنطقة من حلفاء أمريكا الرئيسيين ما فيه ولا نظام لا ملكي ولا أميري ولا حتى رئاسي بقي أقل من خمسين عام يعني المقياس السنوات ليس مقياسا على كل حال هذا ليس نقاشنا وأسمح لي أن أرحب بالدكتورة أنورهان أهلا وسهلا بك دكتورة أنورهان معنا أهلا بك أهلا بحضتك أهلا بك نحن كنا بدأنا الحديث وما كنت معنا منذ البداية للأسف حول الآن القرار الرئيس الأمريكي هل سينسحب فعلا من سوريا أو لا هناك وجهتها نظر وجهة نظر ضيفنا من أمريكا سيد توم حرب يقول أنه هو رمى هذا الكلام للضغط على الدول العربية أولا لكي تدفع التمويل وثانيا لكي تعقد اجتماعا عربيا دوليا لاستكمال عملها وتؤلف جيشا عربيا من أجل سوريا ورأي روسي وسوري يقول بالعكس تماما هذا كلام غير صحيح وغير صادق وهو لن ينسحب حاليا ويقول الضيفنا الروسي السيد فاتسلاف ما توزف أنه ربما أمريكا تورطت الآن بالوضع السوري أريد أن أسمع رأيك وحضرتك خبيرة جدا بالشأن السوري والمنطقة وكنت في موسكو مؤخرا هل الأمريكي سلم بالوضع السوري لروسيا وسينسحب بنهاية المطاف أم يريد منطقة نفوذ له فيها خيارات اقتصادية ونفطية ومنطقة نفوذ للضغط على روسيا أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا بهذه السهولة أو بهذه البساطة يعني كل الشواهد بتدل على أنها بترسي لنفوذ قوي ودائم في المنطقة وتريد أن تستقطع الشمال والجنوب السوري ليكون بشكل أو بآخر تحت الهيمنة الأمريكية إحنا عهدنا بالرئيس ترامب ويطلق تصريحات كثيرة ثم لا تجد هذه التصريحات أو هذه التعهدات أي طريق لحيز التنفيذ وكثيرا ما أطلق على التويتر أشياء كثيرة لم تدخل حيز التنفيذ وجاءت المؤسسات الأمريكية بكل القوة وفرضت إرادتها على الأرض وبالتالي أنا لا أعتد كثيرا بتصريحات ترامب بالإضافة لو دققنا في التصريحات هنجد جملة مهمة جدا يجب أن نقف عندها وهي إنه إذا أرادت المملكة العربية السعودية استمرار القوات الأمريكية أو التواجد الأمريكي فعليها أن تدفع ثمن هذا وبالتالي أنا أعتبر تصريح ترامب بقدر من الابتزاز للمملكة العربية السعودية حتى تزيد تمولها وتزيد من دفع المبالغ الهائلة التي تقوم بدفعها بالفعل إلى الولايات المتحدة ويريد أن يفرق كل صناديق السيادية في الخليج بسبب أو لآخر بعضها للمواجهة مع إيران وبيع أسلحة وبعضها أعتقد أنه يكون جزء من هذا هو تمويل القوات الأمريكية في سوريا وبالتالي لا أعتقد أنه جاد في هذا الانسحاب ولن تسمح له المؤسسات الأمريكية بالانسحاب طيب ممتاز على كل حال سنواصل هذا النقاش بعد موجز للأنباء سنتحدث أيضا عن القمة الثلاثية في تركيا وسنتحدث عن قضية تسميم الجسوس الروسي وتطور الأوضاع المقبلة في سوريا وبعض الجبهات العربية عندك عشرون ثانية فقط إذا أردت تعليق تعليق بسيط قراءة السياسة الخارجية الأمريكية تثبت أنه لم تدخل أمريكا إلى أي مكان في العالم كقوة احتلال وتخرجت بمحض إرادتها أو برغبتها دائما كانت تطرد لذلك لا أعتقد أن ما يأتي به ترامب اليوم هو فعلا رغبة عن سياسة أمريكية أنا مجرد أؤكد على فكرة ابتزاز لهدف غير سامي فقط احتلال الشعب من أجل ابتزاز أموال من دول خليجي على كل حال سنواصل كل هذا النقاش بعد الموجز إن رأيتم هذه الحلقة مفيدة لكم وعلى كل حال بعد الموجز في الكثير من المعلومات الجيدة والجديدة إذا بقيتم معنا لحظات ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين مواصلة هذه الحلقة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين نتحدث فيها عن الصدام الروسي الأطلسي الحاصل حاليا وتأثيره على بعض الجبهات العربية وقد تحدثنا قليلا عن موضوع هل ينسحب الأمريكي من سوريا أم لا هناك أراء متضاربة في النصف الأول من هذه الحلقة أعود وأرحب بضيوفي الكرام من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ من فلوريدا السيد طوم حرب من موسكو الكاتب متخصص في شؤون المنطقة فاتشلاف ماتوزوف ومن دمشق الدكتورة أشواق عباس عضو مجلس الشعب السوري أستاذة العلوم السياسية معنا هنا الآن في الأستوديو أهلا وسهلا بكم جميعا مجددا القمة الليلة كانت في تركيا قمة ثلاثية بين الرئيس التركي والرئيس الروسي والرئيس الإيراني وشددت على مسائل أساسية مهمة جدا في الواقع أنه لا حل إلا بعملية سياسية ومفاوضات هو الحل الوحيد للأزمة أنه دعوة إلى زيادة المساعدات للنزحين الاستمرار في ضرب الإرهاب والقضاء نهائيا على الداعش والقاعدة وغيرهما في سوريا وجرى تأكيد أيضا وكان الكلام لافت على هيبة الدولة السورية وسيادتها على كل المناطق هل رأيت كلاما جديدا دكتور أشواء في القمة؟ طبعا بكل تأكيد اليوم لافت أنه استطاعت روسيا حقيقة أن تنجح بالهدف الأساسي لكل ما جرى من خلال أستنى حتى اليوم من أستنى واحدة حتى اليوم روسيا تعلم جيدا أن التركي غير موثوق فيما يتعلق بالحرب على سوريا أو بالأزمة السورية وهو كاذب يعني هو عنده علاقة استراتيجية مع الأمريكي هذه العلاقة وإن تم التحديث أنها غير موجودة لكنها موجودة لذلك الهدف كان عند الروس هو تحييد الأتراك يعني هو ما نقادر شيرهم بالمطلاق لكن قادر أن يحييدهم اليوم استطاع روسيا أن يحيد الأتراك يعني اليوم لما يطلع أردوغان يبعث رسائل إلى دمشق اليوم وجاء أردوغان رسائل مباشرة إلى دمشق الأشقاء في جانب السوري هناك علاقات حميمية مع الأشقاء نحن نريد أن نحافظ على الدولة السورية ومؤسساتها تهمنا سيادة واستقلال الدولة السورية كل هذا كلام جديد هذه مسجلة دمشق الآن الكرة في ملعب دمشق هل تقبل أم لا تقبل دمشق يعني هنا السؤال الأبرز وانا خليني مرر معلومات خلي المشاهد يعرف أن هذه المسج الوسطة اليوم سبقها مسج محاولة التقارب مع دمشق عبر لقاءة الأمنية نعم كان هناك عدة لقاءة أمنية بطلب تركي وتم محاولة طلب بعض الشروب من دمشق إذا وافقت دمشق تركيا تحيي دورها طبعا كان الموقف السوري رفض لأنه كان مقترن أنه إذا الأتراك دخلوا كقوة احتلال لحظة 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 مهمة المعلومات تفضل حصلت لقاءة أمنية تركية سورية أين في سوريا أو في تركيا؟ في طهران في طلب من أنقرة وكان الإيراني هو من سهل نعم هذه اللقاءة على أي مستوى كانت؟ قيارات أمنية عليا؟ قيارات أمنية لنقف عندك كلمة قيارات أمنية لقاءات أمنية يعني على مستوى اللواء علي المملو يعني بغض النظر استاذ سامي لقاءات أمنية سواء على أعلى مستوى أو على مستوى متوسط المهم أن هذه اللقاءات عقدت مالذي طلب في هذه اللقاءات؟ كان المطلوب أن تقف دمشق مع أنقرة في ما يسمى القتال مع الأكراد. بمعنى تركيا خائفة من وجود دولة كردية. طبعا هي تعلم أن دمشق متمسكة بكل أراضيها. وحاولت أن تلعب على هذا الوطر. فكان الرد السوري أنه ممنوع منعا بطن أن تدخل تركيا كقوة احتلال. في حال دخول الأتراك بجحافة العسكرية. فالسوريا ودمشق ستقف حكما مع الأكراد. لأنه بنهاية دون المواطنين السوريين. نحن لسنا مع انفصالهم. لكنهم دون المواطنين وسن ندافع عنهم. وهذا ما جرى تماما. عندما قررت تركيا أن لا تستجيب. دخلت بقوات غازية محتلة. ذهبت دمشق وأرسلت قوات شعبية للدفاع عنها. لكن تركيا احتلت عملية. نعم احتلت. لو في قرار روسي إيراني سوري جاد. كان صار مواجهة أكبر. لا أعتقد أن أي دولة من الدول. لا روسيا ولا إيران. الآن لدي لا مواجهة جديدة في المنطقة. سوريا لا تحتمل. تحتمل. هيا أولا. اثنين. هناك مفترض أن هناك مقاومة شعبية. النقطة التالية بدي مررها. أن ما جرى في عفرين هو باتفاق أمريكي تركي. أمريكا قدمت عفرين لقمة سائغة للأتراك. وكأن المواطن الكردي غرب نهر الفورات هو غير شرط نهر الفورات. خلينا اطرح الفكرة التالية أستاذ سامي. ما الذي تمثله عفرين من قيام دولة كردية. على سبيل المثال. انفصال أكراد. هي منطقة صغيرة جدا. الخطورة هي في منطقة شرق ضفرة نهر الفورات. وليس في الغرب. إذن الأمريكيين قدموا هذه المنطقة كي تظهر تركيا أنها حاربت هذه المشروع الانفصالي. وأن هذه القوات التركية تسعى إلى حفاظ على خط أمينجل. إذا ترسخ أقدامها في شرق الفورات. وبالتالي قدمتها جائزة طردية للأتراك. هذا ما جرى حقيقة. يعني هو مقدمة للاستمرار التركي الأمريكي في شرق الفورات. هذا ما تريد أن تقومي. يعني خليني أستخدمي الفكرة التالية. لا. ليست مقدمة. الأمريكي لن يغادر. كما أعلن ترامب. هناك طرق أخرى لإجبار الأمريكي على الخروج من سوريا. لكن الأمريكي لا يريد أن يخرج. لكن هو يريد أن يصرف أنظار أردوغان عن هذه المنطقة. وأعطاه عفرين. خلين سميه شماعة أمام رأي العام. أنه حارب قيام هذه الدولة. أنه دخل لأنه يعلم أنه أنا تهدد خطر تركيا. لذلك اليوم أردوغان مرر عبارة تالية. سبحان مغير الأحوال. أستاذ سامي تحدث عن مجموعات إرهابية. تهدد سوريا ودول الجوار. لم يعد تحدث عن ما يسميه أو ما أعلنه بالقوات أو الثورات الشعبية. في بداية ما. كل حالة هو غير كثيرا. كان يريد أن يصلي في المسجد. نعم. اسمحي. أنا بس مرر. تعليقا على ما أكتر. حدث به ضيفك من واشنطن. وكأن الإنسانية أصبحت شماعة بهبتها شوي. نحكي عن الأكراد في غرب. لا يهمون في غرب الفورات. لكن في شرق الفورات يهتهم الدولة الأمريكية. نسمح بقتل السوريين تحت شعار الديمقراطية. وأن لديهم إلا حزب واحد. وفي أمريكا لا يوجد إلا حزبين. يتنافسان السلطة. نحكي عن الموت في سوريا. نحكي عن الموت في اليمن. أو الموت في العراق. أو الموت في ليبيا. أو الموت في فلسطين. أعتقد أن المؤشرات الواقع تفرز حقيقة الخطابات السياسية للدول الكبرى. ولم يعد هناك مجال للشعارات الرنانية. على كل حال. لكي لا نذهب بالحلقة باتجاهات أخرى. كما أوقفت سيد توم حرب. أنا أسمح لنفسي أيضا بالتوقف. دون أن ندخل في اتهام مباشر. رديتي عليه بشكل مناسب وممتاز. سيد ماتوزوف. هل لديكم علم بالمعلومة الأولى التي قدمتها الدكتورة أشواق؟ لقاءات أمنية سورية تركية على الأرض الإيرانية؟ هل لدى روسيا مثل هذا الاحتمال؟ وهل روسيا تعمل على لقاء تركي روسي عمليا؟ تركي سوري عفوا؟ أنا لا أشك أن أحد أهم نقاط في هذا الاجتماع. هذا كانت محاولة تقارب موقف تركي مع موقف الدول مشاركة أخرى. وهي إيران، روسيا وصوريا. بغض النظر أن تركيا تتعاون مع إيران، مع روسيا. هناك موقف خاص بحصوص سوريا. اليوم نحن لحظنا، طبعاً أنا موافقة لهذا، التغيير في موقف سوريا. وهذا نقطة مهمة جدا. ولذلك اللقاءات بين ممثلين من سوريا مع ممثلين من إيران. هذا هو الطريق الوحيد لمعالجة هذا التوتر لنحن نشاهده. ونحن صغيرنا الآن تصريحات من رئيس روحاني على ذيقالة وهو يعلق على متائج اللقاء في تركيا. أن يتفقوا ثلاثة تطرف بأن يحموا الوحدة الإقليمية لسوريا. ما يعني هذا؟ هذا يعني أن الطرف الأرابي وهو غوايات المتحدة لأميركا الذي تتمسك بأرابي ليست لديهم أساس الشرعي وليست لديهم دعم من قبل الدول المشاركة. لكن نقطة مهمة لأنها تقارب موقف تركي مع موقف دول الصلاة. إيران, روسيا وصوريا. إذا نحن ننجح في هذا المجال هناك الحجم لها الذي ينزبط لتركيا. لأن القومي تركي على حدود مع سوريا ضد أي منظمات إرهابية يا كردية يا داعش يا نصر يمكن أن يصير فقط بالطق على طريقة تقوية السلطة سوريا ولا غيرها. أن يكون السلطة سوريا ضعيفة كل منظمات المسلحة سوف يشتغل من أرض سوريا ضد تركيا. وأنا أظن أن أردوغان لازبا يطع مع ذلك الحقيقة. والأوضاع وطبعا إرتباطاتهم على أمريكا في خلف الشبال الأطلسي يؤثر على موقف تركي. لذلك اللقاء السلاطي آخر له كانت أهمية كبيرة لكي يتجاوزوا تلك الجهود أمريكية التي يعتبرون أنهم متفهمين على التركي. ولكن في ناحية الوضع يؤيدون استقلالية قرار أرض القردية. على كل حال هذا الكلام كان واضح. هذا الكلام كان واضح سيد ماتوزوف. أنه استقلالية الدولة السورية سيادة الدولة السورية هيبت الدولة السورية كلام عمليا جديد. ويوافق عليه التركي أو حتى ينطق به. هذا كلام جديد. سيد طمحرب هل تبعت قليلا القمة الثلاثية في تركيا؟ هل تشعرون أنها موجهة ضد الأمريكي؟ أم أنها جزء من الحل السياسي؟ وبالنهاية سيعود التفاهم الروسي الأمريكي بنهاية المطاف؟ لأنه تحدثوا أيضا أنه لا حل إلا بالحل السياسي عمليا. أخذيك على هذه النقطة بالزيد. سيحسين القطير بهالربع الساعة الماضية بس بخد أعمل تعليقين. التعليق الأول طالب باستك الدكتورة أشواء أنه الأمريكي دائما يطعب. الأمريكي طبعا انسحب من بلدين أساسيين في تاريخه. هم في اتنام والعراق. وما أدر حقق النجاح المفروض كان يتحقق. وإنما محل ما بقي الأمريكي والشعب طلب أنه يبقى بإلمانيا من ستين سنة إلى اليوم. إلمانيا عندها رابع اقتصاد في العالم. محل ما بقي بإيطاليا إيطاليا عنده ثمن اقتصاد بالعالم. محل ما نبقي له خمسين سنة بكوريا جنوبية. كوريا عنده عاشر اقتصاد بالعالم. يعني نعمي محل ما بيبقى الأمريكي موجود فيحمي أمن ويعزز اقتصاد. في عراق طلبه من الأمريكي سيبقى كان يكون عنده الأفضل اقتصاد. مش اقتصاد بدرجة سبعين بالاقتصاد العالمي. أما بدوية غزة من إيران بدرجة 120 من الدرجات العالمية. أما بكوريا بدرجة 160 من اقتصاد العالم. فمن هالناحية يعني يرات الدكتورة أشواج تتناعم بمعرفة الغرب والوليات المتحدة. أما النقطة التانية وهي النقطة أنه الروس والاتفاق اليوم مع تركيا ومع إيراني. يعني لو نحن بالنتيجة بنعرف الشعب السوري شو بسي. يعني بعد 27 معاري أنا ما بتطور الشعب السوري راضي على أي اتفاق جانبي أحادي من قبل إيران وتركيا والروس. وخاصة هم الأنظمة اللي هدموا سوريا على الشعب السوري بعد بخمس ملايين لاجئ ببلاد الجوان. وإنما الخاص من هذا الاتفاق هو دعا بيحطه للشعب السوري. المعلومات اللي عندنا أنه النظام السوري نظام بشار الأسد العلوي رافض رجوع أهل السنة على سوريا فيغير الديمقراطية بقلب سوريا وعن بيحاول يجيبوا ألقاط ميين وعدة مجموعات من إيران ومن العراق ومن أفغانستان وبتاكستان فيغيروا منطقة ديمقراطية بسوريا ويستروا سوريا لعدة أشطاء. هذا الخطر الكثير على الشعب السوري. أنا لا رؤمن أن الشعب السوري سيجدها بهذا تغيير ديمقراطية. سيد توم حرب لو سمحت أيضا أكرر أنه لكي لا نذهب كثيرا بالحلقة باتجاهات أخرى. ولكن سؤال عابر ولا أريد أن أتأخر فيه عابر. دائما تتحدثون عن الشعب السوري والشعب السوري وماذا يريد الشعب السوري. هل أجريتم أحصاء لتعرفوا الشعب السوري مع من اليوم مثلا؟ حين نرى أن الدولة السورية عندها دمشق وعندها حلب وعندها حمى وعندها وعندها حمص والآن كله الغوطة. ونرى أن أكبر نسبة الوجوء داخل سوري موجود عند الدولة السورية ورأينا الانتخابات الأخيرة خارج سوريا مثلا في لبنان وحضرتك أصلك لبناني السفارة السورية في لبنان كانت جحافل تذهب للتصويت هل تعرفون فعلا اليوم أين هو الشعب السوري؟ أنا أسألك لأنه حين استضفت قبل فترة آخر سفير أمريكي روبرت فورت في دمشق قال نحن أخطأنا في كل شيء ونراجع كل سياستنا وأنه الرئيس السوري ربح المعركة وأنه أمريكا ستترك الكرد يوما ما هذا كلام أمريكي وليس كلاما سوريا جواب بسيط بالسوري أكبر استفتاء هو 5 مليون لاجب سوري بالأردن وبلبنان وبلتركيا ومليون لاجب سوري بأوروبا أو إذا الوضع من سوريا وهم رابعين على نظام بشار الأسد كانوا بمارس 24 ساعة يرجعوا على السورية طيب القمة الثلاثية القمة الثلاثية القمة الثلاثية هي خطر لأنه هي قمة أحادية بدون مشاركة الدول العربية الدول العربية المفروضة شاركوا بإعادة الأعمار هني بدنا نسيغه مع الشعب السوري وممثلين على المجتمع المدني شو بده الشعب السوري مش ممكن نظام له 40 سنة 45 سنة هو كسر براميل على شعبه كسر براميل على شعبه يقدر يستمر وقول أنا بدي أرجع عمر سوريا مش ممكن ما صارت داعج ولا بأي جولة في العالم تصدير بسوريا بجولة تروح على حل بياسي ولكن هذا ليس حل للتعب السوري يعني كمان أريد فقط تعليق أنه في 80 دولة أرسلت إرهابا إلى سوريا لا أدري لماذا التركيز فقط على طرف واحد على كل حال دكتورة نورهان الآن في قمة ثلاثية لا أدري إذا كنت تبعتها اليوم وحضرتك قلت دائما في كل المقابلات الأخيرة لكي أنه لا يمكن أن نعود إلى الحرب الباردة وأنه لا يمكن أن تصل روسيا إلى مواجهة مع أمريكا هل القمة التي حصلت اليوم بدأت ترسم محورا جديدا أوسع خصوصا أنه اللعب على المذهب وعلى الطوائف الآن ينكسر شيئا فشيئا نرى الإيراني زعيم دولة غالبيتها شيعية مع الرئيس التركي زعيم دولة غالبيتها سنة مع الرئيس الروسي وكأنه وأيضا رئيس الروسي علاقات ممتازة مع الرئيس المصري وحضرتك أشدت فيها مؤخرا علاقات ممتازة الآن مع الرئيس القطري كأنه نرى رسم أحلاف جديدة في المنطقة يعني أنا عايزة أقول حيك أستاذ تامي أننا في حاجة نسميها تغيير المأوي بمعنى أن كل ماءة عام تحدث تطورات تؤدي إلى حدث أو أحداث كبرى ترسم السياسة لباقي القرن يعني في القرن أواخر القرن الثمنتاشر أواخر القرن الساعتاشر كانت الحروب النابليونية ومؤتمر يعني المؤتمر فينة ألف وتنمو وخمستاشر أواخر القرن العشرين كانت الحرب العالمية الأولى اللي هي رسمت في واقع الأمر خريطة ما للقوة وأدخلت الولايات المتحدة للساحة الدولية هي لم تكن أساسا فاعل دولي قبر الحرب العالمية الأول وبالتالي يعني أنا من وجه نظري أن الثورات العربية اللي اندلعت في 2011 دي الحدث الكبير اللي هو غير الحقيقة كثيرا في معادلات القوة والتحالفات ونحن في هذه المرحلة اللي هي التغيير المئوي اللي هي في مدون سنة أو اثنين يعني على 2019 2020 هتبان هذه الخريطة من التحالفات بالتأكيد روسيا وإيران والعراق ولبنان أنا بعتبر أيضا لبنان لأن حزب الله قوة سياسية هامة وهي حليف في هذا المحور هذا محور تأكد بالفعل وجود التركي الحقيقة تاريخ تركية كله لم تكن دائما على ثبات مع التحالفات في لحظة كانت حليف البريطانيا ثم انقلبت عليها وذهبت للألمان يعني التركي طول عمره الحقيقة يعني صعب أننا نحسب يعني نحسبه على فريق ضد آخر بيغير تحالفاته في آخر لحظة بشكل بريجماتي جدا لكن المرحلة الحالية الحالية بتؤسس زي ما قلت التحالفات هتمتد الفطرة طويلة خريطة مهمة جدا اعتقد أن العالم العربي لم يستوعب هذه التغيرات بعد وما زال يراهن على دور أمريكي قوي في حين أنا من وجه نظري أن هذا الدور الأمريكي بيتقلص بيتراجع الولايات المتحدة في حالة ارتباك شديدة بتعاني من أزمات كثيرة أزمات اقتصادية أزمات اجتماعية لن تتفكك كما حدث الاتحاد السوفيتي ربما ولكنها بالتأكيد بتتراجع في حين أن دور روسيا الاتحادية بيتضح وبيزداد قوة في الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي دور الصين أيضا صاعد وبيزداد قوة لكن يبدو زي ما قلت أن الأسف العرب لم يستوعبه بعد هذه التغيرات وما زالوا يرهنوا رهانات أنا من وجهة نظري هيثبت خطأها كما رهانوا على فكرة من قبل في مراحل التغير المأوي دائما كانت رهاناتنا إحنا العرب لم تكن سليمة وطبعا هناك العديد من الشواهد والأحداث التي تؤكد هذا وبالتالي أنا أعتقد أن هذه فعلا خريطة مهمة للتحالفات وجودة تركي في هذه اللحظة مهمة جدا لأنه فاعل مهم على الأرض تركيا سندت العديد من الجماعات الإرهابية في سوريا وما ولدها ودربتها وما زال في إدلب مشكلة كبيرة نتيجة خروج هؤلاء الإرهابيين وعوداتهم من وإلى تركيا والإمدادات التي تجرهم من تركيا وبالتالي مشاركة تركيا مشاركة هامة هذه القمة الثلاثية أنا من وجهة نظري حيوية جدا لأنها الثانية لأن الأولى كانت في سوتي في 22 نوفمبر وبتلهي القمة الثانية في هذا تأكيد لهذا السلاسي الإقليمي والدولي الهام إلى جانب المخرجات الهامة لها ويعني اليوم بحثوا مسألة اللجنة الدستورية وأنا بعتبر مسألة اللجنة الدستورية مهمة جدا لو بنتحدث فعلا عن حل سلمي لسوريا صحيح جدا معك حق لأنه حتى الرئيس فلاديمير بوتين في حديثه مع حديث طويل شي ست سبع ساعات معاهد أشهر السينمائيين الأمريكيين قال حرفيا أنه سيكون هناك تعديل للدستور إذا حصلت أدت المفاوضات إلى تقدم سياسي مهم ولبل يعني تحدث عن احتمال إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تتحدثين عن تغيير كل مئة عام للأسف الشديد كل العالم يتغير كل مئة عام إلا العرب كل مئة عام برجعوا مئة عام للخلف أو ألف عام للأسف الشديد دكتورة أشواق الغوطة كانت أساس فيما يحصل الآن من التطورات وحتى جزء من التدهور لعلاقة الأمريكية الروسية وجزء من القمة التي عقدت الآن في أنقرة هل كان يمكن أن يحصل ما حصل في الآونة الأخيرة بدون تواصل مباشر أو غير مباشر سوري تركي كما تفضلت ولكن أيضا سوري قطري سوري سعودي هل يحصل شيء في هذا الاتجاه طيب أنا أعرف أنه أنت مرتك تأخذ البرنامج لجهة بس أنا وجهت لقي دعوة بس خليني جاوب على الدعوة بعدين جاوبك على السؤال والسؤال هذا اليوم هو محور حتى أنا أعتقد أنه اللي صار اليوم بأنقرة هو نتاج ما جرى في الغوطة فعنا ما صار سوتيشي لقاء هذول الدول الضامنة رسخ ولا نصبح له بالعودة إلى الوراء أبدا لذلك هاليوم نحن أمام اللقاء الثاني للدول الضامنة لكن بدي أنا جاوب على الدعوة أنا بتشكره لضيفك من فلوريدا أنا لا أقبل الدعوة يعني ما بدي اتنعم بهالنعمة لأنه ما بقدر شوف مئات الملايين عشرات الملايين حول العالم دعوة تحا النعم أنه لأتنعم بالنعمة الأمريكية هي الدموقراطية ودي ماء ولاد بلدي والفلسطينية واليمنية والعراقية ملوثة لذلك شكرا ما بدي خليه ويتنعم لحاله النقطة التانية الأمريكيين طردوا من العراق وطردوا من فيتنام ولم يخرج بإرادتهم والمقاومة الشعبية في كل البدين هما من ملقنت الأمريكي دروسا قاسية أنا بس هكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بلغوطة أستاذ سامي نعم معركة لغوطة كان فاصلة أنا رحت إلى أمريكا شعب طيب جدا الشعب طيب شو بدك بالسياسات أنا عندي أصدقاء أمريكيين يعني ما بسمع منهم هذا الخطاب بالعكس أسمع تضامن مع الشعب السوري الآن مسألة لغوطة وهل حصلت تفاهمات مع الدول الضامنة للمسلحين الآن نحن نحدث عن دول ضامنة المسلحين دول ضامنة للحل السياسي صحي يعني خلينا نكون صريحين جدا مع المشاهدين الكرام يعني لم يكن هناك مخطط لمعركة لغوطة الآن معركة لغوطة حدثت بسبب بروز مشروع جديد. كان الهدف أنه ربط درعة مع منطقة الغوطة. مع إله قاعدة التنف. قالت إلى القاعدة العسكرية المحتلة من قبل أمريكا في التنف. فجأة تم التلويح بهذا المشروع. وبلش الإعداد لعمل عسكري من أجل الوصل إلى المنطقة كلها. وبالتالي أنت أمام مرحلة خطيرة جدا. فكان الجيش عم يشتغل بسراقب. كان هدف تحرير سراقب بالكامل. توقف الجيش وذهب باتجاه الغوطة. وهذا القرار كان قرار سوري بالدرجة الأساسية. لكنه بتأييد روسي. لأن الروس فهموا أن الأمريكي بات يلعب في ميدان آخر. لذلك جرت معركة الغوطة. تفاهمات مع السعودية لا أكيد ما فيه. تفاهمات مع القطرية أكيد لا ما فيه. ما جرى في الغوطة وجه ضربة قوية جدا للسعودي. خلته يترنح قليلا. لذلك اليوم أنا أعتقد أن اجتماع الدول الضامية المرة الثانية في أنقرة اليوم هو نتاج ما أنتجته الغوطة. يعني أنا أسأل لأنه لا يجوز أنه عقد قمة قطرية روسية وعلاقات ممتازة إيرانية قطرية. وتكون قطر لا تزال تلعب الدور نفسه في سوريا. لم يحصل تغيير؟ لا حصل تغيير. ما حصل بإيرادة الدولة القطرية أو إيرادة السياسة الخارجية القطرية. اليوم القطري ما نقادر يلعب الدور كما يلعبه من قبل أربع أو خمس سنوان. هو يرغب. لكن لا يستطيع الآن. بسبب الوضع الخليجي الضاغط عليه. لكن اليوم أنا أريد أرجع أستخدم نفس التعبير. ما نجحت به روسيا مع تركيا ستنجح به مع قطر. تحييد الدور. أنا لا أستطيع أن ألغي المشروع الذي عندك. لا أستطيع أن أحيدك. اليوم تحييد الدور التركي سيجبر تركيا على الخروج من الأراضي السورية. تحييد الدور القطري. ونحن أعتقد الدولة السورية ترحب بأي تحييد. أي تغيير في موقف. حتى السعودية. إذا السعودية قررت أن تغير موقفها. فنحن نرحب هذا الشيء. بالنهاية إحنا ما نفعت حين جبهات حرب. نحن نريد أن نغير هذه السياسة. كيف تغير؟ يعني حضرتك الآن تتحدثين ليس كمفكرة وكاتبة. ولكن أيضا عضو مجلس شعب. لا أنا أتحدث فقط الآن كأستاذ سيجبر. ولكنك عضو مجلس شعب بالنهاية. نعم. نعم. حين تقولين أنه إذا السعودية غيرت نحن نرحب. هذه أنا أفهم أنها رسالة. لا. هي ليست رسالة بسمية. نحن أستاذ سيجبر أرجع للفكرة التالية. كل ما استطعت أن تحيي الدولة من دول اللي عند الدوان عليك. فأنت تربح هذه الورقة. ليس الهدف هو فتح جبهات حرب بالنهاية. نحن نحن ما فتحنا الجبهات. هم ما فتحوا هذه الجبهات. فإذا استطعت أن تحيي هذه الجبهة وتغلقها إذن هي نقطة تحسب لإلك. نقطة انتصار لإلك. يعني اليوم التغير في السياسة التركية. ألا تحسب بالسياسة السورية أيضا؟ أنه تقدر تنجح بعد سبع سنوات تطلع أردوغاني. إليك ما في ثورة. في مجموعات إرهابية. ونحن نحرسون على هيبة الدولة السورية. هل صحيح وثر على ضباط أجانب في الغوطة؟ لا. ما في أي ضباط أجانب. أخينا كمان. أنا حمر لك معلومة مصدر بهم جدا. ما تم خلال الست سنوات الماضية القبض ولا على أي ضابط أجنبي. الحالة الوحيدة. فعلا هي صحيحة عندها في بابا عمر. لما كانت أحداث في بابا عمر. فعلا. حتى من تلك اللحظة. حتى الآن لا. لا. ما فيه. طبعا كل ما يسلب عبر وسائل التواصل اجتماعي هو نوع من الشائعات. خلال ضباط أوروبيين وإسرائيليين. أبدا ولا أي شيء. الحال الوحيدة كان في بابا عمر. بعدين ما عادت الدول بحاجة ترسل ضباطها. في أجهزة. هنا يديروا المعارك صحيح. لكن في وسائل تكنولوجية متقدمة يدير المعارك. يديروا مع الضباط. ما حدا مضطريب على الضباطه. نحن نفهم من قمة تركيا اليوم. أيضا فيه إعادة تفعيل لسوتي. وربما لاجتماعات أخرى في أنقرة في إيران. تطبيق لتائج سوتي. أعتقد اليوم قمة هدفه تطبيقه. حكى بوتين. ممكن تنفتح مسارات تانية. مسارات أين مثلا؟ ممكن تنفتح. الأثناء ترحوا مسار أنقرة. الإيرانيين ترحوا مسار آخر تهران. كلها مسارات داعمة. إذا فتح مسار في أنقرة تذهب بسوريا؟ هذا قرار حكومة سوريا حين ذاك. حسب الضمانات التركية. وما هو الموقف السياسي؟ أخي وصل أيضا إلى فكرة تالية. لن تقبل سوريا. أنا باعتقاد الشخصي. إعادة أي علاقات مع إيرانيين. إذا تحت الخفاء وغير مباشر. على الدولة أن تعلن رسميا أنها مع الدولة السورية. أنها تعمل. أخي يسميها علاقات رسمية مع الدولة السورية. عندها يمكن إمكانية تفتح نقاش. هلن نعود لموند عن بعض التواصل الذي حصل مع دولة الأوروبية؟ سيد ماتوزوف. عذرني. تأخرت عليك. لأنه قلالين قطع الخط. ولم يقولوا لي أنك عدت معنا. أود أن أسألك أيضا عن مسألة الشمال السوري. التي تحدثت عنها الدكتورة نورهان. والدكتورة أشواق أيضا. أرسل لي الصحافي علي جمالو. وهو من منطقة إدلب. المعلومات التالية. يقول أن الاحتلال التركي يتقدم عسكريا بتوافق إيراني روسي علني مكشوف في عمق الأراضي السورية الممتدة من نهر الفرات إلى نهر العاص. وبعمق نحو الجنوب يتراوح ب120 كيلومتر. يشمل احتلال كافة المناطق الممتدة من شمال حمى إلى جنوب حلب. من الأوتوستراد الدولي شرقا إلى السفوح الشرقية. لسلسلة جبال الساحل. أي جميع مده محافظة إدلب وعشرات القرى والبلدات المنتشرة في أخصب بقاع الأرض قاطبة من جبل السماق إلى جبل الأربعين. إلى الجبل الوسطاني بمساحة وازي حجم مساحة لبنان. ليس صحيحا أن الأمريكي سينسحب. إنما هذه دعوة لذبح الكرد. وأن دور المقاتلين الذين يتم تجميعهم حاليا في إدلب يعني كمان الذين ذهبوا من الغوطة. هو القتال الكرد نيابا عن تركيا. وهذه هي المرحلة الثانية من تفكيك المنطقة. هل توافق على مثل هذا التحليل؟ أنا أعتبر أن لا يوجد هناك الربطة ولا إيران ولا روسيا ولا سوريا لتدخل التركي. هذا قضية أفرين كانت واضحة لا عرضوا على أقرار في أفرين أن يتعامل مع سلطة سوريا مع جيش العربي سوريا. رفضوا. رفضوا تحت المقاتل أمريكي. ولا شك أن بجيء لهذا التفاهم كردي سوريا هو ضرب التركي. وأنا أعتبر أنه ليس هناك تشجيع لتدخل التركي. ولكن التفاهم منه ما لما يعمل تركيا في أرابي سوريا موجود. ولذلك أنا يتركزون خلال لقاءات وفي سوچي وفي أستان وزراء الخريجية واليوم في تركيا رؤساء الدولة يتركزون على جمالة لتركيا التزامها لسيادة الدولة سوريا على كل الأرابي سوريا. لأن هذا نقطة خطيرة ليس لسوريا. هذا نقطة خطيرة لتركيا. إذا تركيا اليوم تشجع التقوية المواقف الرجاور في طفل الشرطية بطالة بأميركي أو في رعاية أميركية بكرة هذه التطورات من هذا النقطة تنتقل إلى تتركي. أنا أتصور أن تركيا متفاهمة مش مشجعة بما يعملها في أفريل. ولكن هذا نتيج ليست من إرادة تركيا. أما هذا نتيج أعمال القيادة القرسية في أفريل. وإذا رافضوا تعاون إذا رافضوا تعايش مع السلوطة السورية تركيا اتدخلت. طيب ولكن سيد ماتوزوف سيد ماتوزوف يعني أنا لو كنت محل الكردي في تلك المنطقة سأقول تخلى عني الروسي وتخلى عني الأمريكي وتركت لمصيري عمليا. في غط طرف وفي تفاهم ضمني حصل في مكان ما لا أبدا لأن هناك السلوطة السورية إذا أنتم تعتارفوا الشرعية السلوطة السورية أنتم مقرار لازم أن تفهمها وإذا أنتم لا تعتارفوا الشرعية السلوطة السورية تعتارفوا تحضر قرارات الأمريكية وأن تستالموا السلاح الجديد من فرانسا أنتم تواجهوا السلوطة الشرعية سيد ماتوزوف لا يعرض لفعه تركيا سمح لي أعود إلى نقطة أثارها سيد طوم حرب وهي مهمة جدا في الواقع أن تحصل هذه الاجتماعات الثلاثية عندك الروسي عندك الإيراني عندك التركي لا يوجد أي عربي في هذه القمم ونحن نتحدث عن حل سياسي في دولة عربية مركزية لعلها من أقدم دمشق من أقدم عواصم العالم إذن دولة لها تاريخ ولها حضارة وهي قلب العروبة كانت ولا التزال طيب هذه الاجتماعات كلها تحصل بدون وجود عربي تحصل بدون وجود سوري طيب الأمر الثاني أن تركيا تحتل جزءا من الأرض السورية ونرى الروسي والإيراني يعقدان معها قمة في تركيا يعني لم نعد نفهم أين هو الحليف وأين هو الخصم وأين هو العدو في هذه الحرب السورية لذلك أنا أسأل ما الذي كان يمنع مثلا أن تعقد قمة بنهاية برعاية روسية في روسيا وتكون ربعية ويكون فيها الرئيس الأسد مثلا هو الرئيس الرابح طبعا رئيس رئيس سوري هو لا كذل موجود هذا رؤساء سولادي ولكن موقف تركي يمانع لذلك أنا أقول أن أحد أهم القضايا هي تقارب الموقف تركي مع موقف سوري المعارضة تركية تمنع هذا تحتطبيق هذا المبدأ وأنا أظن أن غيابة دول عربية مالأسف شكرا لأن عرب كان من الممكن أن يل أبو دور كبير لأن عرب تتعرضوا لكما أنا أقول إغراف في دموقратية أمركية شوش يجري يوم في لبيا والحمد لله ميسر سمد وجيش ميسري منع إخوان مسلمين أن يسيطروا في هذا البلد وهذا بغد النظر أن نعرض الأمريكية شديدة نحن نذكر هذا جيدا والإراق من هو مسؤول عن تداهر الضرع هذا نتيجة الضرع الدموقراطية هذا يجب من سوريا كذلك كل هذه الشعرات أو ضرورة احترام للأصول الدموقراطية في سوريا هذا كلام فضي مضمون هناك الدستور الجديد وعلى أساس هذا الدستور أمريكا لا علاقة مع أمريكا تفار أمريكا كانت مدعوة لأستانا وين هي ولا في أستانا ولا في سوريا طيب أنا على كل حال قبل أن أسأل السيد توم حرب والموضوع الأساسي الآن سبب الصدام بين روسيا وبين الأطلسي تسميم اتهام روسيا بتسميم عميل روسي ونفي روسي عن ذلك فقط اسمح لي سيد توم أنه أسأل الدكتورة نورهان أين مصر من إعادة العلاقات مع سوريا ورفع المستوى إلى درجة علاقات ديبلوماسية يعني رأينا إذا شهدنا على الشاشة صحيفة لوموند رأينا قبل فترة وزير الخارجية الشوري وليد المعلم في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان لافتتاح سفارة وعمليا يعني العلاقات ممتازة في بعض دول العربية يوجد سفير حتى ولو كان غير معلن رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي المملوك وفق صحيفة لوموند كما نشاهد على الشاشة زار في الآونة الأخيرة إيطاليا وهناك علاقات ودول تطلب من الدولة السورية فتح علاقات معها تحت الطاولة الدولة السورية تقول إذا أردتم علاقات ارفعوا إلى مستوى ديبلوماسي علني لا نريد علاقات أمنية فقط طيب مصر أنه اجتماع يحصل إيراني روسي تركي مصر غائبة لا يزال حتى اليوم الجيش السوري يعتبر الجيش الأول بالنسبة للجيش المصري الرئيس سيسي عبر مرات عديدة عن مواقف إيجابية حول الموضوع ما الذي يمنع إعادة العلاقات يعني أنا عايزة أؤكد لحقيقة السلامية أن مصر فعلا يمها وحدة سوريا سلامة سوريا ما يحدث الحقيقة في سوريا من القضاء على الإرهاب ده بيصب مباشرة في الأمن القومي المصري صحيح مصر ما لهاش مصلحة إطلاقا في ما كان يحدث في سوريا تفكيك سوريا كاريسي يعني أمر كاريسي بالنسبة لمصر هذا النزوح الإرهابي اللي بيطلع من سوريا يعني إلى أين سيذهب هؤلاء الإرهابيين هم دلوتي بيتجهوا إلى إدلب أو إلى جرابلوس أو غيره لكن ماذا بعد عندما تحرر هذه المناطق وحتى هذه اللحظة البعض منهم بينزح إلى مصر وليبيا وليبيا أيضا خطر كبير بالنسبة لمصر وبالتالي يعني الأكيد أن مصر مع وحدة الأراضي السورية مع دولة سورية قوية مع استعادة الاستقرار في السورية والأمن في سوريا مع القضاء التام على الإرهابيين جميعا في سوريا بلا استثناء هي ضد السياسة التركية وحتى تعلم أن العلاقات التركية المصرية متوترة جدا وبشائكة جدا يعني مصر بالكامل مع سوريا ولكن يعني التحالفات الإقليمية المصرية في اللحظة الغهنة يعني تجعل مصر بتحاول أنها تقيم بعض التوازنات يعني بالتأكيد الموقف السعودي والإماراتي موقف بيؤخذ في الاعتبار بالنسبة لمصر وبالذات الموقف السعودي يعني أنا أتذكر في بداية قيام الدربات الروسية عندما قام وزير الخارجية المصري بتأييد الدربة أو يعني أبدأ أن هذه الدربات تصب في المصلحة المصرية انزعجت المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات يعني أبدو تحفظا على مثل هذه التصريحات وبالتالي ربما هناك صمت مصري قليلا في هذه المرحلة لكن زي ما قلت الاعتبارات ومواءمات تخص التحالفات الأخرى لكن بالتأكيد مصر بتدعم كل الخطوات الروسية والسورية وأنا أتمنى شخصيا أن تعود سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية أتمنى أن القمة القادمة في 15 إبريل تكون سوريا حاضرة لأنه لا يجوز أبدا أن دولة بحكم سوريا وتاريخها العربي أنها تظل مستبعدة من جماعة الدول العربية وهي دولة مؤسسة فيها على كل حال القائمان بالأعمال الدبلوماسيان العريقان سيد محمد ثروت في دمشق والدكتور رياض صنيح في مصر يقومان عمليا تقريبا بعمل سفير وربما أكثر بقليل تحية لهما طيب سيد توم حرب الآن نعود إلى جوهر المشكلة قضية تسميم الجسوس الروسي طرد دبلوماسيين روس دول أوروبية عديدة انضمت إلى أمريكا وبريطانيا في هذه المسألة ولكن حتى الآن يبدو لا يوجد أي دليل واحد حقيقي حول تورط روسيا سوى اتهامات وتنفى من قبل روسيا ولكن ينفيها أيضا بعض التحليل الطبية التي تحصل هل لدى أمريكا دليل واحد فعلي أم كانت ذريعة بسبب ملفات أخرى في العالم مع روسيا نعم ليس ذريعة بس قبل ما جاوبك على هاي السؤال بالضبط بدي وضح نقطة كمان الدكتورة بي عندك بالستوديو قالت انه عفقين كانت بيد الأمريكين وسلموها للأسراك كل العالم يعرفوا معادة ظاهر النظام بسوريا أنه عفقين كانت مع الروس وهنا اللي سلموها للأتراف والأتراف كان لهم فترة تركوا اجتمال سوريا ورجعوا على سوريا من خلال مرهود سلموها سلموا عفقين لأنه نجسيا الأمريكين ما بيؤذوا على عفقين أما بموضوع التسمع كان هو لك الطبيحات يجي طبعا من المخابرات الإنجليزية البريطانية وهذا الدليل اللي لدينا وأكدوا الأمريكين أنه هاو الدليل الآن بالنتيجة صار في الرسائق اللي مبعت من الولايات المتحدة كانوا ثلاث رسائق لروسية أنه ما بتعرفي روسية وعظم تيك تروح تخرق أمن على دول الغرب والحليف لأينا وتاني رسالة أنه نحنا جميع نسا كلنا متفقين على أي تهديد وين ما حاولت يتعاملي إن كان بأوروبا الشرقية أما الغربية نحنا كلنا متفقين والتالي بريسالة أنا بتطور الأبتين حاولوا يعطوها للإتفاق بالدول الغربية أنه نحنا رايحين على إلغاء الاتفاق مع إيران ومثل ما نحنا ضماننا معك يا بريطانيا عليك أنت يا بريطانيا ودول الغرب تضامنوا معنا بإلغاء الاتفاق النووي مهم هذا التوضيح سيد توم حرب على كل حال قبل أن نستمع لوجهة نظر روسيا ولكن أيضا الدكتورة نورهان لأنه عندها رأي مهم بهذا الموضوع والدكتورة أشواق فقط تقرير سريع من مراسلنا في لندن يعرض لنا آخر ما وصلت إليه التحقيقات فيما يخص قضية العميل المزدوج سيرجي سكريبال مختبر بورتونداون التابع لوزارة الدفاع البريطانية يؤكد عدم امتلاكه دليلا على أن مادة نوفيتشوك المعدة للعمليات العسكرية التي استخدمت في تسميم العميل سيرجي سكريبال وابنته مصدرها روسيا تطور يكذب الرواية الرسمية البريطانية ولسيما تصريح وزير الخارجية بوريس جونسون الذي كان قد حسم على نحو قاطع في وقت سابق لصحيفة المانية بأن معمل بورتونداون أكد له دلوع روسيا في تسميم العميل سكريبال عملنا يقتصر على تزويد الجهات المحتصة بالأدلة العلمية بشأن طبيعة الغاز العصب هذا ولقد توصلنا إلى أنه جزء من تصنيف معين وهو نوفيتشوك وأنه بدرجة عسكرية لكن وظيفتنا لا تتضمن تحديد موقع تصنيعه الخارجية البريطانية اعترفت بحثها تغريدة على موقع تويتر كانت تزعم أن الخبراء البريطانيين أوضحوا أن غاز الأعصاب انتجا في روسيا في المقابل سارعت الحكومة البريطانية إلى إصدار بيان تسر فيه على موقفها بشأن ضلوع روسيا في محاولة اغتيال العميل سكريبال موضحة أن تقديرات معمل بورتونداون هي مجرد جزء من السورة الاستخبارية أظن أن الكثير من المسؤولين خلف الكواليس داخل الحكومتين الأمريكية والبريطانية حذرون انتظار نتائج التحقيق لأنه يمكن أن تتوصل التحقيقات إلى خلاصة تنفي تورط روسيا في حادثة سالسبرية وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضدها لذا فضلوا توجيه اللوم إليها قبل صدور نتائج التحقيقات السفير البريطاني السابق كريغ موراي أشار في مقابلة صحفية إلى أنه حصل على معلومات من داخل وزارة الخارجية البريطانية تؤكد أن معمل بورتنداون رفض الضغوط الهائلة التي مارست الحكومة عليه لاتهام روسيا باستخدام نوفتشوك وفيما تتصاعد حدة التوتر بين لندن وموسكو على ضوء دعوة روسيا منظمة حذر الأسلحة الكيميائية إلى جلسة طارئة مغلقة لمناقشة حادثة سالسبري رأى المندوب البريطاني في المنظمة الدولية جون فوغ أن الاقتراح الروسي بإجراء تحقيق مشترك أمر غير منطقي وهو تكتيك روسي للتضليل يسعى إلى تجنب السلطات الروسية الإجابة عن الأسئلة المطلوبة موسى سرور لندن الميادين شكرا موسى سرور سيد ما توزف التعليق عندك دقيقة فقط ليس أكثر تفضل طبعا روسيا لا تتعتار أي تحركات عن اتهاناتها للمواد الكيميوية ونحن نسجل نتزام تتقدم جيش العربي سوري في بوطة شرخية تبرز هناك موضوع الكيميوي في بد الروسيا تتقدم في حمس وحالب هناك الشعيرات وتتقدم في منطقة حالب هناك شرخية إذا نحن نأخذ تاريخ الكل اتهانات مرتبط بأسرح الكيميوية نحن نوجد هذين قدرتين مطربتين أقدم جيش العربي سوري وإنتحانات يا سوريا وروسيا بهذا المواد الكيميوية أنا أعتبر أن بريتانيا مرتبطة إنتحانات بريتانية مرتبطة مع فشل السياسة الأمريكية في سوريا فشلا كاملا دكتورة نورهان قلت في مقابلة لك مؤخرا قضية الجسوس الروسي في تقدير مفتعل وهدفها الأساسي تشويه سورة روسيا وحشد الرأي العام العالمي ضدها قبيل الانتخابات الرئاسية الروسية وكنت حضرتك في روسيا بشهر شباط فبراير حين قلت هذا الكلام على ما أعتقد وتوقعت أن ذاك نجاحا باهرا للرئيس الروسي يعني أزمة مفتعلة من كذب بشأن أسلحة الضمار الشامل العراقية في 2003 لتبرير الغزو الأمريكي البريطاني هو أيضا من يجذب الآن بشأن تلك الواقعة روسيا ليس لها أي لي مصلحة على الإطلاق فيما حدث وفي هذا التوقيت سكريبل شخص فقط أهميته تماما بالنسبة لروسيا ثم أنه يقيم منذ 2010 في بريطانيا وروسيا التي سلمته الحقيقة في وقع العمر للغرب وبالتالي ليس لديها أي مصلحة في حين أن هناك مصالح بريطانية حيوية في هذا الملف ليس فقط تشبيه سمعة روسيا والنيل منها والحد من تدفق المشجعين على روسيا ولكن أيضا الضغط على روسيا في الملف النووي الإيراني روسيا هي الدعم الأساسي وهي نقدر نولى الظهير الدولي الأساسي فيما يرسم ويخطط له الرئيس ترامب لنقد الاتفاق النووي وبالتالي أعتقد أن هذا أيضا جزء من المشكلة أشارتي إلى نقطة مهمة جدا هي أنه قريبا سيناقش الملف النووي ربما أيضا هذا في إطار الضغوط دكتورة أشواق عندك عشرون ثانية فقط اسمحي أن أصوب الفكرة التالية لم تشترط دمشق عودة السفارات إلى رفع مستوى الدبلوماسي هناك طلبات من دول غربية حتى بفتح سفاراتها بالمستوى الدبلوماسي والكونسولي دمشق اشترطت تغيير الموقف السياسي للدول التي تطلب فتح سفاراتها نحن بحاجة إلى سفارات للحوار وإطلاع على حقيقة ما يجري لا نحتاج السفارات كأوكار التجسس هذا ما أورد فقط تصويب الفكرة طيب ولا تحبين ذهب إلى أمريكا إذن ستذهبين إلى روسيا ربما هو طلب نعم بالنعم الأمريكية وليس زيارة شكرا شكرا لك شكرا لضيوفي الكرام للأسف انتهى الوقت كالمعتاد الوقت سريع على التلفزيون لمن يريد الكتابة لهذا البرنامج هذه هي العنوين على الفيسبوك وأيضا على موقع الميادين يمكن الكتابة إليها لأنه وردتني بعض الرسائل تقول نكتب لكم لا تردون ويبدو أنه البعض أنشأ صفحات باسمي واسم البرنامج وهي ليست صحيحة هذه هي الصفحات الصحيحة شاهدوها بشكل جيد وسأرحب بكل رسائلكم شكرا جزيلا لكم شكرا لضيوفي الكرام وإلى اللقاء في الأسواع المقبل مع حلقة جديدة من لعبة الأمام إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة